اسم الدرس أتصرف في الأعداد الكسرية أحدد النسبة المئوية لعدد التلاميذ من كل جنس بالنسبة إلى مجموع تلاميذ القسم الإجابة نعلم أن عدد الإناث بهذا القسم 13 لذا فإن النسبة المئوية الموافقة لهذا العدد تساوي 13 على 30 في 100 يساوي 43.33% أما النسبة المئوية الممثلة لعدد الذكور فيمكن التعبير عنها انطلاقاً من العملية الموالية 100% إلا 43.33% يساوي 56.67% أو البحث عن عدد الذكور ثم تمثيله بالنسبة المئوية المناسبة أبحث عن عدد الذكور بما أن عدد التلاميذ يمثل العدد الكامل أي 100% فيمكن لنا تمثيله بالعدد الكسري التالي عدد تلاميذ القسم يساوي 30 على 30 عدد الذكور يساوي عدد تلاميذ القسم إلا عدد الإناث بالتالي فإن عدد الذكور يساوي 30 على 30 إلا 13 على 30 يساوي 17 على 30 النسبة المئوية لعدد الذكور 17 على 30 في 100 يساوي 56.67% أقيم مكتسباتي 16 يخصص أبي شهريا 1 على 9 مرتبه لأخي الطالب بالجامعة لمصروفه الشهري فيقسم هذا المبلغ على النحو التالي العناوين التنقل والترفيه شراء كتب مطالعة شراء لمجة عندما يكون بعيداً عن المنزل الإدخار العدد الكسري الذي يمثله كل عنوان بالنسبة إلى كامل المبلغ 1 على 2 4 على 21 1 على 6 1 على 7 القيمة بالدينار 16 أحدد بطريقتين مختلفتين العنوان الذي يخصص له أخي أكبر جانب من مصروفه الشهري أعلل إجابتي حسابياً الإجابة الطريقة الأولى عند النظر في معطيات الجدول والتدقيق فيه سنلاحظ أن أخي قد قصص واحد على إثنان المبلغ الذي يتسلمه من أبي في التنقل والترفيه وهذا يكفي لمعرفة أي العناوين يحظى بأكبر نسبة مصروف شهري لأن نصف المبلغ سيكون مخصص لهذا الشيء في حين سيقصم النصف الآخر بين شراء كتب المطالعة وشراء اللمجة والقصد الذي سيتم ادخاره يعني واحد على إثنان أكبر من أربع على واحد وعشرين وواحد على إثنان أكبر من واحد على ستة وواحد على إثنان أكبر من واحد على سبعة بالتالي يكون التنقل والترفيه هو العنوان الذي يخصص له أخي أكبر جانب من المصروف الشهري الطريقة الثانية لتحديد أي العناوين يخصص له أخي أكبر جانب من مصروفه الشهري أبحث أولاً عن المبلغ الذي يتسلمه كل شهر من أبي وهو ما يمكن إيجاده انطلاقاً من قيمة شراء قطب المطالعة والعدد الكسري الذي يمثله بالنسبة إلى كامل المبلغ من ثم مقارنة النتائج فيما بينها قيمة المبلغ تساوي قيمة شراء قطب المطالعة في مقلوب العدد الكسري الذي يمثله بالنسبة إلى كامل المبلغ 16 في 21 على 4 يساوي 84 دينار قيمة التنقل والترفيه بالدينار قيمة التنقل والترفيه تساوي قيمة المبلغ بالدينار في العدد الكسري الذي يمثل قيمة التنقل والترفيه بالنسبة إلى كامل المبلغ إذن قيمة التنقل والترفيه بالدينار تساوي 84 في 1 على 2 تساوي 84 على 4 تساوي 42 دينار قيمة شراء اللمجة بالدينار قيمة شراء اللمجة تساوي قيمة المبلغ بالدينار في العدد الكسري الذي يمثل قيمة شراء اللمجة بالنسبة إلى كامل المبلغ إذن قيمة شراء اللمجة بالدينار تساوي 84 في 1 على 6 تساوي 84 على 6 تساوي 14 دينار قيمة الادخار بالدينار قيمة الادخار تساوي قيمة المبلغ بالدينار في العدد الكسري الذي يمثل قيمة الادخار بالنسبة إلى كامل المبلغ إذن قيمة الادخار بالدينار تساوي 84 في 1 على 7 تساوي 84 على 7 تساوي 12 دينار العناوين التنقل والترفيه شراء كتب مطالعة شراء لمجة عندما يكون بعيداً عن المنزل الادخار العدد الكسري الذي يمثله كل عنوان بالنسبة إلى كامل المبلغ 1 على 2 4 على 21 1 على 6 1 على 7 القيمة بالدينار 42 16 14 12 42 أكبر من 16 أكبر من 14 أكبر من 12 بالتالي 1 على 2 أكبر من 4 على 21 أكبر من 1 على 6 أكبر من 1 على 7 وهكذا يكون التنقل والترفيه هو العنوان الذي يخصص له أخي أكبر جانب من المصروف الشهري شكراً بي شكراً بشيئي شكراً بشيئي شكراً بشيئي اشتركوا في القناة